السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله سنقوم بشرح مادة محاسبة متخصصة للديبلوم. بالنسبة للمحاسبة المتخصصة هنتكامل لهم اول فصل بازن الله عن المحاسبة ذات الاقسام. وسميت بذات الاقسام لانها الشركة يوجد بها اكثر من قسم. قسم الانتاج قسم المشتريات قسم المبيعات قسم المالية قسم قسم قسم. اقسام كتير في الشركة. طبعا مش هنتطرق لجانب النظري. المادة كلها عملي. ما فيها نظري خالص. ان شاء الله هنبدأ على طول في الجانب العملي. اللي هو اللي هو الامثلة. طبعا اه في صفحة رقم سبعة عشر. الظاهر امامكم الثان رقم واحد. اللي تتكون شركة موسى للتجارة. اه من ثلاثة اقسام. او من اربعة اقسام. اه طبعا تتكون من طبقين. يدفع الاجار لكل الشركة. ايجار مقر الشركة يدفع عشر تلاف دينار سنويا. سياسة الشركة بدي تقسم الاجار. الاجار بدي تقسمه انه سبعين في المية بياخد الطابق الاول. ليه سبعين في المية? لانه الطابق الاول قد يكون اكتر من الثاني. والثاني بدي اخد الباقي اللي هو تلاتين في المية. اللي هو المية. حيثو انه مساحة الاول تسعمية. اللي ظهر امامكم في المثال. اه والقسم الثاني خمسمية. تمام? يقبط طابق الاول فيه فيه طابق الاول فيه اللي هو قسمين. او فيه اه طابق الاول فيه قسمين اول وتاني. القسم الاول بياخد تسعمية والتاني بياخد خمسم مية. الطابق اللي بعده له طابق التاني فيه قسمين. قسم بياخد اربعمية قسم تلات مية. تمام? يقبط عندك انت الان ايجار الشقة او ايجار المقر الشركة هذي فيها طابقه. طابق اول وطابق تاني. الاجار كله عشرة الاف دينار زي ما موجود في المثال. الطابق الطابق الاول بياخد سبعين في المية من قيمة العشرة الاف. والباقي بياخد الطابق التاني بياخد تلاتين في المية. تمام? بالنسبة لا الطابق الاول فيه قسمين. قسم الف وباء مثلا. اللي هو بياخد قسم تسعمية وخمسمية من الطابق الاول. الطابق التاني. التاني فيه قسمين. قسم التالت والرابع. اللي بياخد قسم التالت اربعمية والقسم الرابع. متين. الحل بالنسبة هاي الحل امامكو. اللي هو بده الان توزيع الاجار على الاقصى. نصيب الطابق الاول من الاجار عشر تلاف. اللي هو اجار كله ضرب سبعين في المية. اللي هو قديش بيصير اللي هو بيصير سبع تلاف. الطابق التاني بياخد بياخد تلاتين في المية عشرة ضرب تلاتين تلات تلاف او عشرة تلاف ناقص سبع تلاف اللي هو الاجار كله عشرة الطابق الطابق التاني بياخد سبعة بياخد تلاتة سبعة ناقص عشرة ناقص سبعة الطابق التاني اللي هو اجمالين تلات تلاف نصيب القسم الاول القسم الاول اللي هو عشرة تلاف اه سبعة تلاف اسف. انو الطابق الاول في قسمين. قسم اول وتاني. قسم اول وتاني. اللي هو قديش الطابق الاول اجاره? سبعة تلاف. اللي هو من العشرة. سبعين فلمين من العشرة سبعة. سبعة. تمام? ضرب. اللي هو قديش القسم الاول مساح تسعمية. عقديش مساحة الطوابق كلها? اللي هو الاول السبع اللي هو الالف واربعمائة منها جات? الالف واربعمائة عبارة عن القسم الاول تسعمية زاد القسم التاني خمسمية الف واربعمائة. اللي هو هي. هي في المثال. ها في المثال هاي القسم خمس هي تسعمية وهذا زائد خمسمية. هي قسم الثاني هاي. هذا وهذا. تمام? بالنسبة للقسم اللي بعده اللي هو القسم الثالث الثاني 700 ضرب 500 لو مساحته على المساحه الكليه 1400 1400 قلنا عبارة عن 500 900 زائد 500 طيب القسم الثالث قديش بياخد الطابق الثاني هو قسمين الطابق الثاني الثالث والرابع اللي بياخد 3000 3000 الوايقة هاي 3000 تمام 3000 ضرب 400 ضرب على 600 ايش هاي الاربعمية ايش العبارة لاربعمية الاربعمية عبارة عن هاي هاي القسم الثالث 400 طيب مجموعة القسم الثالث والرابع 400 زائد 200 لو 600 هاي 600 هاي 600 هاي 600 الوايق 400 على 600 200 وبعدين 300 ضرب 200 3000 ضرب 200 مساحه الطابق الثالث الرابع على 600 لو مساحه المجموعة الوايق 400 زائد 200 هاي الـ 400 ويـ 200 اللي هو هذا تمام هذا هو الحل بسيط جدا امثلة بسيطة جدا بداش يعني شيء المثال التاني اللي هو يعمل لدى شركة وسام لجهزة القربية موظف راتب بداش الراتب 300 حيث ان الشركة تتكون من ثلاث اقسام في عنده الراجل هذا 300 بد يشرف على التلاجاء وعلى غصالات وتلفزيونها يعني محل في تلاجات لحال غصالات لحال وتلفزيونات لحال وراتبه الراجل 300 هيشرف على التلات تمام اه مجموعة ساعات العمل الشهرية اللي بيشتغلها الراجل 260 ساعة موزعة كالتالي 100 ساعة لبيع الثلاجات 90 ساعة لبيع الغصالات و60 لبيع التلفزيونات والراجل بتريح 10 ساعة بتريح 10 ساعة تمام جداش ساعات الفعلية اللي بيشتغل هن الساعات الفعلية هي هن الساعات هي ساع اه 260 ساعة تمام قديش بتريح هاي عشرة عشرة ساعات بتريح تمام الان بدنا نشوف الساعات الفعلية اللي بيشتغل هنا الراجل الون ماتين وستين ناقص عشرة الراحة لو مجموعة الساعات كله ماتين وستين ناقص لو ماتين وخمسين ساعة طب قسم الثلاجات قديش بتاخد من اه من اجرته الاجرة كلها تلتمية 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 قديش بدي اخد قديش بشتغل هو في الثلاجات هاي ثلاجات ميت ساعة ميت ساعة لبيع الثلاجات هاي ميت ساعة على متين وخمسين اللي هو الساعات الفعلية هادي متين وخمسين نشتغلن تمام اللي هو مية وعشرين اللي بعده الغسلات قداش بشتغل تسعين ساعة اللي ورات بو تلتمية ضرب تسعين على متين وخمسين الفعلية يعني تسعين قداش بتمثل من المتين وخمسين هادي ميت دينار بدي ياخد طيب الباقي اللي هو عبارة عن رسم التلفزيونات التلفزيونات قداش بياخد هاي التلفزيونات عشر ساعات رات بو تلتمية ضرب قداش هادي ستين آآ آسف التلفزيونات آآ ستين ساعة ستين على متين وخمسين اتن سابعين اقبلات بو تلتمية 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 هذا بياخد مية ساعة تسعين ساعة ستين ساعة على مجموعة الساعات كلها متين وفمسين تمام هادي بالنسبة للمسالة اللي بدي قسم راتبه الان بدي قسم راتبه على عدد الساعات رفعلية ب va تلتمية لاتلاجات غاصرة وتلفزيونات تمام اشتغل اشرف على التلاجات ميت ساعة اخدت من وقته. ورغة السالات تسعين والتلفزيونات ستين. على عدد ساعات الفعلية دول اللي هو متين وخمسين مش متين وستين. لهو هو صحيح متين وستين لكن في عشرة راحة. نشوف اللي اشتغلوا بالفعل متين وخمسين. وهذا السؤال ونتمنى للجميع التوفيق.